من قبل كنت مترأس النقابة المغربية للفنون تشكيديا والفوتوغرافيين ولكن هذا الاسم للنقابات يعني السراعات والتطحونات الاخرية فقلنا احسن انجولوا الاسم للنقابة لانها النقابة المغربية للفنون تشكيديا والفوتوغرافية كنا اسسناها في 2017 وقمنا بواحد العدد التدورات وواحد العدد المعارض اخر معارض اللي درنا هو معارض جماعي اللي جمعنا فيه 120 دل الفنانة في مصرح المحمد الخميس لسي دسمبر 2019 هذا هو اخر معارض اللي درنا ومع الاسف من نجات الوباء دل كورونا موقفنا الاشغال دلنا رغم اننا كنا مبرمجين واحد تدهورة مهمة ديال الحاجبات الهوائية فالنقابة اللي كانت ما قسمت هالنقابة والله دبال الهيئة الوطنية للفنانين التشكيليين والفوتوغرافين لوردر ناشونال ديزارتيس بانتر اي دي فوتوغرافين وهدي في نطق هاد الجمعية دابا غدي نقوموا باول تدهورة مهمة جدا لين هدي الدورة التانية لين الدورة الاولى كلنا درناها في 2011 وكانت دوديا بحيث انه الكاتب دانيال الكوتوري كان سلفني 41 ديال الحاجبات الهوائية من امريكا من اوروبا من اسيا واحتى من فرقيا كان سلفني 40 ووجدنا عليهم 15 ديال المغاربة والمغربيات وكننا قمنا بهد المغارض الاول في 2011 في مؤسسة حسن تاني بالدار بدا ثم في اسميته الملدوبية الاقليمية ديال الوزارة التخافة في مكناش والاختيتام كنا درناه في محمد الخميس وباريد المغريب كان نخرج ربا ديال الطوابع باردية طابع من كل قطرة في هادي السنة يعني غنديروا الدورة التانية ولغا يكونوا فيها الا 48 ديال المغربيات والمغاربة فلنانين تشكيليين وكل واحد دار واحد الحاجب الحاجب هوائي وكل واحد اتطرق للموضوع اللغة ماشي حددنا واحد الموضوع ولقونا لهم ضروري اه اتطرقوا لهد فا اه اكتبت في اعلن كذلك البارد المغريب وشرفونا انهم خرجوا جوج طوابع باردية ديال الجوج في النلا اه في هادنا وهد التدهور التانية غادي تكون من فاتح جوية حتى ال 18 جوية في مؤسسة ديال المسجد الحسن الثاني بالدربدة وفي هاد النطاقة نشكر استاذ بوش عيب واخر اه محافظ هاد المؤسسة والمساعدة للسعب درحيم عامر لهمنا قدمونا يدي المساعدة الكاملة لنجاح هاد التدهورة والاختتام غادي نديروه ان شاء الله في مصرح موحم الخاميس من 26 جوية حتى الاربعاء جوية حتى الاربعاء اوت ففي هاد التدهورات الاختتام غادي نكرمو واخضر اربعات ديالشخصيات ممتازة في ميدان التقافة والفن منهم الدكتور جامع بيضا اللي هو مدير اللي جرشيو ديال المغرب الدكتور عبد المجيب بن جلو المؤرخ وكاتيب الاستاذ منتصر الميسترو منتصر اللي هو في الموسيقى والمغنية اليهودية المغربية سيزان عروش عبد الربحاء هم اللي غادي نكرموه ان شاء الله في المناسبة ديالعيد العرش تماما في مصرح موحم الخاميس ففي هاد مناسبة النوه بالنشودات ديال سي محمد بن حسين اللي يقدم نحتهو المساعدات الكاملة لانه كنا غادي نديروها التدهور التانية كنا غادي نديروها في مكتبة الوطنية ولكن مكتبة الوطنية مع الاسف عندهم محل برنامج عمر فسي بن حسين نحللنا الباب ديال المصرح وكانت مهمة لانه التدهور الاولى كنا نديرونا الاختتم ديالها في مصرح موحم الخامس دونك مع السود فادي حتى هذا الاختتم ديالها الدورة التانية غادي يكون في مصرح موحم الخامس فاللي يمكن لنقول بان الفنانين اللي غايشركوا 48 منهم 36 ديال النساء كلهم يعني رسموا حاجبات هوايا يعني ممتازة جدا بحيث انه تلقاوا جميع المدارس التشكيلية في هاد التدهورة وكل واحد قام بواحد مجهود باش يكون هاد التدهورة النجحة ان شاء الله وهنا يتنوه بالتنظيم بالاشخاص اللي هما تكونوا المكتب التنفيذي لهاد الحيئة ان كل واحد عنده مهمة ديالو باش ان شاء الله ننجحوا هاد التدهورة التانية اشتركوا في القناة